أثارت كلمة محمد حمدان دقل قائد قوات الدعم السريع في السودان التي امتدت لنحو 40 دقيقة كثير من الجدل بين رواد العالم الافتراضي في فضاء واد النيل العربي السودان ومصر ذكر مدونون أن الظهور المرتبك ولغة المهزومة كانت بادي على لغة دقل خلال ظهوره بمقطع فيديو التهم فيه مصر بالمشاركة في الضربات الجوية على قواته في منطقة جبل مويا وسط السودان لحظ نشطون أن مفردات خطابه توحي بالشعور بالهزيمة وكذلك عدم مساندته من داعمه في الاقليمة وأن الكلمة متخبطة وتعرضت للمونتاج أكثر من مرة لفت آخرون الانتباه إلى أن معلوماته عن الطيران المصري مرتبكة خصوصا فيما يتعلق باستخدام المقاتلات سوخوي اعتبر سودانيون أن دقل ألقى أسوأ خطاب له منذ بدء الحرب مضيفا هزائم سياسية إلى خسائره العسكرية الأخيرة كما أنه أقر بانتهاكات قواته بصورة غير مباشرة هجم الاتفاق الإطاري محمدا إياه مسؤولية الحرب في توافق مع موقف الجيش الوسود التي استشهدوا قدرا وضربوا قدرا من دولة مصر بالطيران المصري الغادر وذي تشبه معركة كرير اللولة اللي هي ضربت يوم خمستاشر العزل الماشين ناس المفوجين للتحالف أو للسعودية وضربوهم عزل ضربهم الطيران المصري أيضا ولكن سكتنا كثير جدا قلنا جماعة النادي الإصحى ويتراجعوا لكن للأسف الشديد هم يوم متمادين والآن هم خشف المعركة وغير الإيرانيين مشاركنكم بالتدريب والسيارات المهاجر بكل أنواع والآن تحدثت ونحن كل شي عارفينه وغير الدول الدعمة أكتر من ستة سبعة دولة احنا عارفينها دعمة دعمة لكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فنحن أنا من هنا أنا بقول للأبطال أبطال جبل موية اتوا من هزمتوا والله والله نحن راضين عنكم كل الرضا